كان أبو موسى الأشعاري كل سنة وهو في خلافة عمر يرفع العمر 301 حفظ القرآن أبو موسى الأشعاري كان والي على الكوفة في خلافة عمر وكل يوم كان يرفع 300 عفوا كل سنة يرفع 300 حامل كتاب الله سبحانه وتعالى العمر وقال له أنا حفظ على أداية 300 شاب من الشباب كتاب الله سبحانه وتعالى الأجيال تغيرت وبعد ما أصبح الولاد النهاردة للأسف كل يوم بيرفعوا من شأنهم عند الولاد بعدد حفظة القرآن إحنا أصبح عندنا النهاردة اللي بيغني وبيقول أشرب خمور وحشيش وأصبح عندي النهاردة اللي بيتابع مهرجان إيه وبيتابع مش عارف فيلم إيه ومسلسل إيه ومهرجان إيه شفتوا إزاي الأجيال تغيرت شفتوا إزاي الأجيال تغيرت وعايزين تعرفوا لما تغيرت الأجيال إيه اللي حصل شوفوا زمان البركة زمان في حياتهم كانت عاملة إزاي والنهاردة إزاي البركة تنزعت من حياتنا يوم القرآن اتنزع من حياة الناس اتنزع مع القرآن كل بركة وكل خير وكل عطاء وكل فضل من الله سبحانه وتعالى لأن اللي بعيد عن القرآن ده إنسان ميت مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل الحي والميت الناس اللي بعيدت عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى دول ناس أموات شفتوا إزاي النهاردة الأجيال تغيرت بعد ما كانت إزاعة القرآن الكريم هي الأصل في كل بيت تعدي على كل البيوت وعلى كل الشوارع تلاقي النهاردة إزاعة القرآن الكريم شغالة تخش المحل أول حاجة يعملها صاحب المحل يفتح الراديو بتاعه على إزاعة القرآن الكريم تركب مع سواء مقرباص سواء تاكس فاتح إزاعة القرآن الكريم وتقوله الشاغ القرآن يقولك ده باركة لينا في حياتنا وصاحب المحل مساشعر أن البركة تحل بوجود القرآن إزاي النهاردة تم استبدال القرآن في حياة كتير من الناس النهاردة سواء المقرباص أول حاجة بيعملها شاغل يعمل مهرجانات خلينا نفار في الشوية وصاحب المحل النهاردة أول حاجة بيعملها افتح أغاني فلانة أو أغاني فلان أو الكلام ده سبحان الله شفتوا إزاي الحياة حولت ولما تحولت هذه الحياة فغاب القرآن عن حياة كثير من الناس أصبح البركة منزوعة من حياة هؤلاء وأصبح قد حل مكانها والعياذ بالله الشقاء والتعب والعناة النهاردة عاد عندنا معاناة مع سائق المقرباصات أو سائق التكسيات لما يكون مشاغل أغاني وديه وقاله طب ديه فلاشة عليها قرآن إيه رأيك تشغل قشوات قرآن من البداية والله العظيم تيجي تلك المقصة يا شيخ من البداية ما تقوليش شيء في الأغاني مش عاجبك انزل أنا بقوله افتح قرآن بقوله افتح قرآن تخيلوا كيف غاب القرآن لا أقول عن قلوبهم بل والله غاب عن حياة كتير من الناس أول صورة من صور هجل القرآن هي هجر قراءة القرآن إن بعض الناس يهجر قراءة القرآن ما عادش بيقرأ ولا عاد بيستمع مع إن الأصل في حياتنا النهاردة إن إحنا نقرأ كتير ونستمع كتير يبقى القرآن في حياتنا القرآن في حياتنا والله ما كان يشغل الصالحين قديما شيء عن كتاب الله سبحانه وتعالى في عز المحن وفي عز الأزمات ارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى ارتباط غير عادي